السلام عليكم لدينا النهاردة طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني على أصولها مقادير ربع كيلو لحمة ضاني نص بصرايا و نص فلفل أخضر كباية رز بسمتي قصادها كبايتين مية لمون مجفف و عود قرفة و رشة جسد الطيب و حبان ورق لورة و عندنا فصين طوم مفرومين نضع معلقتين سمنة و نشوح اللحمة و بعد ما نشوح هنضع الخضار بعدها نضع الطوم نضع مكعب مرق لحمة و نضع البهارات و نص معلقة صغيرة كوركم و رشة فلفل أسود و نضع مية سخنة و نقفل عليها لمدة ساعة و بعدها نضع الملح و نضع الملح في الآخر و بعدها نضع اللحمة بعد ما استود و نضع الرز و يكون مخصول و نضع عليه كباية مية و أولا ما يتشرب نبتدي نغطي عليه و نغطي عليه و ده شكلها النهائي بعد ما تقدمت ممكن تقدموها مع أي نوع مكسرات يا ربي عجبكم الوصفة موسيقى موسيقى